اشتركوا في القناة القى عناصر امن الحدود الاسكتلندية القبض على المدعو هنري آلدن ذو الواحد والعشرين عاما فور وصوله لادنبرا قادما من برشلونة وحكم عليه بالسجن لمدة اربع سنوات المهرب ضيق الافق كان يحمل كيسا بلاستيكيا فيه شاحن هاتف وبدل ملابس وحقيمته التي خضعت للتفتيش كانت تحتوي على 12 كيلوغراما من الحشيش قيمتها السوقية تقدر ب 165 ألف دولار لم تحتوي الحقيبة إلا على الحشيش ولم يكن مخبأا بأي شكل من الأشكال في المرتبة التاسعة خطة مفضوحة دونالد ديني البلغ من العمر 65 عاما وضع خطة مع ابنه السجين دونالد ديني جينيور لتهريب بعض المخدرات له عبر وسيط لكن حينما تعذر عليهما إيجاد الوسيط المناسب قرر الأب تولي المهمة بنفسه كان يفترض أن يضع الوسيط الشحنة في فمه لكن كخطة بديلة وضع دونالد الأب كيسا الهيروين في مؤخرته ولحسن الحظ أن الشرطة ضبطت المخدرات وصادرتها قبل أن يأخذها الابن من مؤخرة أبيه كانت الخطة مفضوحة منذ البداية لأن كل المكالمات التي جرت بين الأب وابنه كانت مسجلة في المرتبة الثامنة دعونا نجري فحص آخر مرت امرأة تدعى سيلفيا بنقطة تفتيش عند الحدود الأمريكية المكسيكية في ساندييغو وكان معها 12 كيلوغراما من الميتامي فيتامين مخبأة في سيارتها نجحت بتخطي الحاجز دون أن تضبط لكنها ارتكبت خطأا فادحا حين سلكت منعطفا مخصصا للسيارات المشتبه بها والتي يعاد تفتيشها من قبل عناصر فيدراليين بعد أن أعادوا تفتيش سيارتها عثروا على المخدرات موزعة على 17 رزمة مخبأة ضمن الهيكل الخلفي للسيارة في المرتبة السابعة ضمادة جبس ألقت الشرطة القبض على رجل وهو على متن قطار بعد أن ضبطوا معه كيلوغراما من الكوكيين كانت مخبأة ضمن ضمادة جبس مزيفة موضوعة على ساقه بدأ عناصر إدارة مكافحة المخدرات باستجواب الرجل عندما لاحظوا عدم تناسق الضمادة التي يضعها من حيث الشكل والحجم ونوع القماش المستخدم لم تبدو كضمادة وضعها طبيب محترف ارتجف المهرب حين اقترب منه العناصر الاستجوابه وتخلخلت الضمادة وبدأت تتساقط فتاة على قدمه وبالنهاية عثر على ما قيمته 25 ألف دولار من الكوكيين محشوبة في ضمادة جبس منتفخة والتي وضع عليها دم مزيف لجعلها أكثر قابلية للتصديق في المرتبة السادسة تهريب المخدرات داخل لعبة أطفال كثيرا ما حاول أشخاص تهريب المخدرات بوضعها ضمن الخضار ولعل هذا ما ألهم أحدهم فكرة تهريبها ضمن دمية أطفال على شكل حبة بطاطا عام 2007 ضبطت السلطات الأسترالية حوالي 300 جرام من المخدرات كانت موضوعة داخل دمية بشخصية حبة بطاطا مرسلة كهدية من إرلندا إلى أستراليا عقوبة تهريب المخدرات في أستراليا تصل للسجن مدى الحياة في المرتبة الخامسة مدفع المارخوانا لعل مهربي المخدرات سائموا من إحباط عملياتهم عند محاولتهم المرور عبر الحدود لذا قرروا ابتكار طرق جديدة تغني عن عبور الحدود وتوصلوا لفكرة إيصالها إلى الجهة الأخرى من خلال قذفها بما يشبه المدفع كان المدفع مؤلفا من أنبوب بلاستيكي وخزان معدني وهواء مضغوط مأخوذ من محرك قديم ووضع على سيارة شحن صغيرة قديمة هل مشكلة تكمن في صعوبة تحديد أين ستسقط القذيفة؟ وخصوصا في الليل ومن جهة أخرى من السهل جدا على السلطات رصد أنبوب طوله أكثر من متر ونصف موضوع على سيارة دفع ربعي حتى بدون استخدام مناظر الرؤية الليلية في المرتبة الرابعة سيارة عالقة على السياج من يحتاج لمدفع حين يكون بإمكانه تخطي السياج الحدود بالسيارة قرر أثنان تهريب بعض المرهوانة من المكسيكي لأمريكا لكسب مال بسرعة وكانت خطتهما تقضي بتركيب جسر معدني مسبق الصنع على السياج الحدودي والعضور بسيارتهم من نوع جيب تشيروكي بواسطته كانت خطة ماكرة لكن تنفيذها لم يجري كما كان متوقعا فبدلا من نزول الجسر بسلاسة علقت السيارة عند منتصفه حين عاجز الإثنان عن تحريك السيارة التي زينتها طنان أخذ بضاعتهما وفر هاربين تاريكين الجيب معلقة بالهواء فوق السياج الذي يتعد طوله أربعة أمطار وهو ما ضجت به مواقع الانترنت الإخبارية حول العالم في المرتبة الثالثة تهريب بالأعضاء الخاصة حين جرى حديث مروري مع كارين مكاليونس البلغة من العمر 27 عاما احتجزها رجال الشرطة للاشتباه بطورطها بعملية سرقة وبعد تفتيشها عثروا على ثلاثة أكياس هيروين في معطفها ولاحقا اعترفت بإخفاء مزيد من الهيروين في غمدها أظهر التفتيش الداخلي وجود 54 كيسا من الهيروين و 31 كيسا فارغا للتوزيع وحبوب دواء و 51 دولارا في المرتبة الثانية حشوات الصدر في أغسطس عام 2014 ضبطت امرأة فينزوليا في الثالث والأربعين من العمر وهي تحمل كيلوغراما ونصف من الكوكايين في حشوات صدرها في مطار مدريد الدولي عقب وصولها من كولومبيا كادت المرأة تنجو بفعلتها لكن توترها هو ما أثار الشكوك حولها لذا تم تفتيشها بالكامل لكن لم يثبت عليها التهمة إلى أن اعترفت بجرمها وبعدها اصطحبتها الشرطة إلى مستشفى المحلي حيث أزال الحشوات كانت تحمل ما قيمته حوالي مليوني دولار من الكوكايين الأمر المؤسف هو أن تهرب المخدرات بحشوات الصدر ليس نادرا كثيرا في المرتبة الأولى لحوم مجمدة في شهر مارس أوذار عام 2014 عثرت الشرطة على ثلاث كيلوغرامات من الكوكايين تصل قيمتها إلى حوالي مليوني دولار داخل لحوم معز مجمدة مسؤول الجمارك أصدر بيان قالوا فيه إن مسافرا قادما إلى مطار كينيد الدولي كان معه نوع من اللحوم مغير للحم العجل حين خضع لتفتش عناصر الجمارك وأمن الحدود وعند تفحص اللحوم تبين احتواؤها على مسحوق أبيض ثبت بالفحص أنه كوكايين وبالطبع أنكر المتهم علمه باحتواء اللحوم المجمدة على الكوكايين إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جانب اشتركوا في القناة شكرا